اشتركوا في القناة من البندق وممكن نعملها بالفول السوداني وكمان معايا زبدة الارباك خمسين جرام وهستعمل كمان زيت جوز الهند ولان بنكون في البرد ده بيكون القوام بتاع زيت جوز الهند بيبقى تقيل كلا لكن في الصيف بيكون سايل ومعايا كمان كاكاو ولازم نستعمل نوع كاكاو نضيف طبعا يكون غير محلة لان لو استعملنا كاكاو ما هواش كويس هيكتل من نوكو النوتلا ومش هتدي نفس القوام اللي هيكون في الفيديو واللمسة الخاصة بي بقى ان انا هحط اشتا وهتدي طعم حلو قوي عايزين تحطوها او لا على حسب ما انتوا عايزين وطبعا معانا سكر للتحلية هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هنجيب توصع ونحط فيها البندق وهنبدأ نحمصه على عين البتاجاز كده او ممكن تدخلوه الفرن بس الكمية قليلة مش مستهلة الفرن هنقلب باستمرار كده لغاية لما يتحمص معانا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بيكون معانا بالشكل ده خلاص كده البندق اتحمص هنسيبه بقى يبرد شوية وبعد كده هنبدأ نجاهز بقى الخطوات خلاص كده البندق جاهز معايا انا دلوقتي هحط قطعة الزبدة دي في المايكروويف علشان تسيح شوية بالشكل ده وهنجيب بقى دلوقتي الكاب بقى وممكن ان احنا نعملها في الخلاط وهيكون افضل كمان اول حاجة هنبدأ ان احنا نطحن البندق انا بصراحة عندي لمسة كده حابة ان انا اعملها ممكن تعملوها او لا انا بحب احط على البندق كمان حوالي تلت معالق كده من الفول السوداني ده مش اساسي في الوصفة بس لو عايزين تعملوها هيدي طعم حلو قوي معاي حوالي تلت معالق كبار من الفول السوداني المتحمص هنحطه برضو كده مع البندق وهنبدأ دلوقتي نطحن البندق الفول السوداني باستمرار كده في الكبة لغاية لما يتحولوا يبقى عاملين كده زي الزبدة التقيلة وهعمل دلوقتي حركة كده انا بعملها في الكبة علشان مفتحش كل شوية واجيب اللي على الاطراف ان انا بحرك الكبة بالطريقة دي كده فالاجزاء اللي فوق بتقع في النصف بتطحن معانا كويس يعني بدلا ما نفتح الكبة كل شوية ونجيب اللي على الاطراف كده الطريقة دي بتخلي البندق الفول السوداني يتطحنوا معانا كويس قوي ويددونا زبدة تقيلة بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بتكون معانا كده دلوقتي بقى هنحط باقي المكونات هنضيف بقى دلوقتي الزبدة وطبعا انا حطيتها في المايكروويف علشان تكون طرية شوية طبعا لازم تستعملوا زبدة تكون طرية بترجة حرارة المطبخ وهضيف دلوقتي سكر استفيانة وطبعا بيكون حسب الرغبة انا حط ثلاث معالق كبار بمعيار معلقة الطعام وهنشغل دلوقتي الكبه كده علشان السكر يدوب كويس كده مع المكونات بيكون معانا القوام بالشكل ده بعد ما حطينا الزبدة والسكر هنضيف بقى دلوقتي بقى المكونات اول حاجة انا حط الكاكاو ولازم يا جماعة نستعمل نوع نضيف من الكاكاو لان لو استعملنا نوع مش كويس هيكتل معانا ومش هيدينا قوام ناعم للنوتلا دلوقتي انا حط بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق مليانين قوي مليانين جدا زي ما شفتوا كده او ممكن تحطوا اربع معالق ودلوقتي انا هضيف زيت جوز الهند وده هيدي طعم حلو قوي لنوتلا هنحط دلوقتي بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار من زيت جوز الهند ولو ما فيش زيت جوز الهند ممكن ان انتوا تزودوا كمية الزبدة شوية واخر حاجة معانا بقى هي القشطة والقشطة هديدي طعم حلو قوي وملمس ناعم كده للنوتلا انا هحط بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين من القشطة وممكن نبدلها بكريمة يعني ممكن نحط كريمة الطبخ بدل القشطة هتدي برضو نتيجة حلو قوي ودلوقتي هنشغل الكبك كده علشان المكونات بقى كلها تختلط مع بعض كويس وديدينا بقى احلى حاجة وهي النوتلا وبعد خلط مستمر كده لغاية لما المكونات كلها اختلطت كويس جدا وبقى معانا الشكل النهائي كده بتكون معانا بالقوام ده جميلة جدا وتقيلة وكمان طعمها اكتر من رائع وعلى فكرة جمعنا عايز اقول حاجة السكر حسب الرغبة يعني لو دقتوها وحسيتوا ان هي سكرها قليل ممكن تزودوا سكر تاني انا بالنسبة لي السكر كده كويس قوي هنجيب بقى دلوقتي برطمان ده اصلا كان برطمان نوتلا بنعقمه ونخسله كويس كده ونشفه طبعا كويس ما يكونش فيه مية خالص وهنبدأ دلوقتي نحط صحبة السعادة هنبدأ دلوقتي نحط النوتلا بيكون معانا القوام رائع جدا كده شايفين القوام بتاعها جميل جدا ازاي وبتكون جاهزة معانا بقى النوتلا بالشكل الجميل ده وخلاص كده النوتلا بقى جاهزة معانا وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي القوام بتاعها جميل جدا وناعم وينفع طبعا ان احنا نحطها على البسكوت او حتى نغطي بيها الكيك هتدينا الطعم جميل جدا والقوام بتاعها رائع شايفين القوام بتاعها ناعم جدا ازاي وطبعا احنا بنحتفظ بالنوتلا دي في التلاجة وناخد منها وقت ما احنا عايزين وهتقعد معاكو فترة كبيرة قوي وكده انا عملت معاكو مع شوقة الجماهير النوتلا بطريقة سهلة وصحية مناسبة للكيتو دايت ومناسبة لمرض السكري على نظام الكيتو فقط طريقة تحضرها سهلة ومكوناتها بسيطة اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة وبالف هانا وعافية